الاستاذ بقوله انه محضر من المحكمة وعايز حد يستلم من ورق اللي معاه ورق ايه حضرتك؟ ده حضرتك طلب حضور في قضية حجر حجر؟ وده حضرتك مش منزل الدكتور حاتمي ورهيم الكردي؟ ايه هو؟ طيب حضرتك ايه مياسر رفع عليه قضية حجر؟ ممكن حضرتك تمتلي هنا بالاستلام؟ فضل يا فد شكرا نصيب ايه وحسابات اللي انت عستتكلم فيها؟ بابا حبيبي عايش وربنا يدي له الصحة وطلطل عمر عيب قبل كلام في الحاجات دي لا هو العيب لما يديكي خمسة مليون جنيه تروح تحل المشكلة عندك ولا لأ مثلا بابا ممكن هو اللي يهمك؟ انا اللي يهمني وفارق معايا المستشفى والبيت ده والوضائع اللي في البلج وابا كذاب لو قلت حكي خير كده يا بابا عنده حق وانت اللي سقطت معا اميرة قالت لينا وسماعتنا الكلام اللي يقول ان ده انا ما سرقتش حاجة معي اخوك ياسر هو لسرق الخزمة الله اما المين اللي جيت؟ وايه الظرف اللي في ايه ديك ده؟ ايه بك؟ اللي استاذة هباد في عقله رفق قضية حجر على بابا ايه؟ بتقولي ايه؟ اناش عارفة هو بيعمل معاك كده ليه؟ بجنب يعني هو عايز يجلطه ولا يجبله شلل ولا يموته نايس عمره ولا ايه بالصبت؟ طب بس 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 اندي اندي يا عودي انا هكلمه دلوقتي افهم منه ايه الموضوع تفهم ايه؟ ماما انت عايزة تفهميني ان انت ما تعرفيش حاجة عن الموضوع ده؟ طبعا معرفش اعرف ايه؟ عمره ما جاب لي سيرة حاجة زي كده هو اطلب مني ان انا اعمله توكيل لمحامي يخزه بس انا فعلا ما عملتوش ويطلب منك توكيل ليه؟ وانت زي ما تسأليوش عايز التوكيل ده في ايه؟ عشان انا عارفة انا عايزة يرفع لي قضية الطلاق مش حاجر انا مش جحدة عشان اعمل كده مع ابوك يا يارا ايوة ياسر انت فين؟ انتي لسه هتسألي انت فين؟ هتقولي ايوة يا ياسر ايه اللي انت عامله ده؟ انت رايح ترفع قضية حاجر على ابوك؟ ايه دي يا يارا مطفريش دي حركة انا عاملها عشان اضغط عليه بيها ويطلع الست اللي هو الجواز هاي ولا ورق الضغط ولا زفت على دماغك انت عارف ابوك ممكن يجراله ايه؟ لما يعرف ان انت عملت كده؟ هيحصله ايه يعني؟ ماليا ما قلت له كلام اكتر من كده وما حصلوش اي حاجة ابوك جامد متقليش وانت فاكرة العكاز اللي هو بيهوشنا به ده علشان يتسند عليه؟ لا تعالشان يصعب علينا يارا الولايه اللي كان متجاوزها كتحمل منه بقولك يا ياسر محدش المرة دي هيوقف في وشك غيري انا القضية اللي انت رحت رفعتها دي تروح تتنايل على عينك وتلغيها وتشوف لك صرفة مع المحامي ده اولا ثانيا من هنا ورايح ملكش دعوة بابويا خالص نهائي فاهم ولا مش فاهم امسكة ولما يجي بابا محدش يجيب لي صرفة الموضوع ده لحد ما منك الجاحد ده يا جاحد يلجع عن اللي في دماغه ايوه ياسر اللي انت عملته ده احنا ما تنفقناش على كده طيب طيب هشوف الموضوع ده هنتكلم بعدين يا مولي سلام افضل اشتركوا في القناة